حسم الجدل بعد تضارب في الأنباء زيارة بايدن بتعوة من ملك السعودية حسب بيان الديوان الملكي السعودي باتت مؤكدة الزيارة المرتقبة التي يلتقي فيها بايدن العاهل السعودي وولي عهده لمناقشة تحديات تواجه المنطقة والعالم تشمل قمة المشتركة في جدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني ورئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء العراق أهمية تلك الزيارة تأتي في توقيت زمني حساس حيث تداعيات الحرب الروسية على ملف الطاقة العالمية سيمان الرياض تلعب دورا مهما في ساحة تصدير النفط العالمية وهو ما تبحث عنه واشنطن أيضا في أوراق مواجهة عكاس عقوباته على موسكو ملف الطاقة إذن يسيطر على قمة تناقش الوضع الأمني أيضا والشراكة بين أمريكا ودول العالم العربي مع تصريحات البيت العبيض بتركيز بايدن على أمن إسرائيل القومي إلا أن الطاقة هي الورق الأساس تلك التي تختلف فيها إسرائيل مع إيران وبتقارب المسافات فإن العراق لعب أساسي في استثباب الأمن في المنطقة بحسب نداءات رئاساته دوما في إتقان دور الوساطة بين الخليج وإيران وواشنطن وطهران على حد سواء العراق يسعى أيضا لتحقيق نتائج ملموسة كتلك التي أعلنت السعودية موافقتها مؤخرا على مشروع الربط الكهربائي الذي تشترك فيه مصر والأردن ويحل جزءا رئيسيا من مشكلة الطاقة في العراق الملف الأمني العراقي حاضر بقوة في أوراق اللقاءات الرسمية فيما سبق بين بغداد والخليج وكذلك مع واشنطن وطهران إذن وعلى هذه القواعد الأساسية تطفو توقعات دعوة السعودية العراق على طاولة المشتركة في قمة تجمع بها أمريكا ودول عربية إلى حلول أزمات أمنية واقتصادية إذ يلعب العراق دورا مهما في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة كما يدخل في صنع القرار الاقتصادي باعتباره أكبر مصدري النفط في العالم